أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطع جاء ذلك خلال لقائه رئيسة البنك الأوروبي لأعادة الإعمار والتنمية في بروكسل على هامش مشاركته في منتدى البوابة العالمية وقد دعا رئيس الوزراء البنك الأوروبي لتوسيع نطاق التعاون مع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة وأكد مدبولي أن المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في توفير ملايين من فرص العمل وهو من عكس بشكل مباشر على تقليل موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من جانبها أعربت رئيسة البنك عن تقديرها للكهود المصرية لوقف التصعيد وإدخال المساعدات لقطاع غزة